موسيقى 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 السلام عليكم موسيقى 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 في البداية فائضان بالصح بعد المناطق خاصة في المغرب مراكش، الشيشاوة، تلودنت، شامل تهوة بعد المناطق شفشاوة، طانجات، طيطان، هذه المناطق كلهم فيهم عاصفة عادية مش كل شيء ولكن بعد البلايس فيهم أمطار غزيرة كما قلنا تبع الفيديو من البداية تنهية اشتركوا في القناة ديالي فعلوا الجراج باش يوصلكم ديما الجديد طلب سيئة أخوتي، أريدكم تساعدوني لكي نوصل القناة ديالي 200 ألف مشترك، كل شي يدير أبوني، اشترك، 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 اشترك تحياتي لكم أخوتي، شكرا لكم على تشجاعتكم وصلنا مليون مشاهدة فيديو واحد أقل من 10 سواء شكرا بزاف، بزاف، بزاف الناس اللي يدعمونا والناس اللي ببرتاجونينا، والناس اللي دائما كتبعونا وكتشجعونا شكرا لكم ودائما أخوتي فياضة ومطار غزيرة والمزيد للفيديوهات زويني 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 بزاف المهم صراحة اكتشفنا البرح واليوم ومطار غزيرة خصوصا لنواحة المراكش اكتشفنا تولوج بوحد طريقة خاطرة على الزلال على مراكش تبارك الله، هذا الشيكا من زوين ومطار غزيرة تعيش في مراكش، في الشمال، في بعض المناطيق خاصة الودانت كتشفنا بزرد الأمطار غزيرة في المستوى هذا الأمطار غزيرة في صالحنا، هذا الفيضان في صالحنا خصوصا الفلاحين، الناس اللي كتستفد من الأمطار غزيرة الفلاحين، السودود، والمهم عامة المغربية كيتستفد من الأمطار غزيرة الحمد لله، والشكر لله، بالنعمة دي الله سبحانه وتعنا اللي إحطانها، العاصفة، وخطع ثلاث شويات تعطل الفيضان، تعطل أمطار غزيرة بعد المناطيق مع الأسف كنا كنا ننتظر أمطار غزيرة وعاصفة راح ديع شهر واحد ولكن تعطلت الشهر ثلاثة راكم عارفين شهر مارس القاضية تكون صعيبة على حسب الناس اللي عندهم الزراع عادي لهم وخطي لا تشتاء، ولكن لا يقدروش يحصطوا باقي ربما على حسب فاتي فوت كما قلوا، على حسب الزراع وبزردي الحويج، وجفاف، كم في المغرب مع الأسف ولكن نتمنوا إن شاء الله أمطار غزيرة بعض الناس اللي يقولون أمطار غزيرة في شهر ثلاثة مارس وش مزيانة، ولا مهم مزيانة، صراحة مزيانة أمطار غزيرة في شهر ثلاثة مارس تكون قاضية مزيانة، غير هي ما جيتش في الوقت ديالها دا ربما أمطار غزيرة، الوقت ديالها هو شهر 11، شهر 12، شهر واحد، شهر جوش شهر ثلاثة كما قلنا بحالي لفت الفوت ما بقاتش كتحطي المعنوية ديالها خصصا كما شهر واحد، شهر جوش ولا شهر 12، ولا شهر 11، ولكن الحمد لله وشكرا لله ستقوم بإمطار غزيرة لا تقوم بإمطار غزيرة 60% أو 70% كما يقولون، وقت لجهنة الخير ينفع الحمد لله امطار غزيرة كما قلنا بحالي استمراء في مراكش ورصد الجوية حالية تقصد ما قالوا بقي نوان طرغة زيرة بعد المدين في المغرب حداري ثم حداري من الفيضة ثم 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 حداري من الويدان ربطه ما يهاجم عليكم شرواد وسبب لكم الكريطان رديجي شفناه في 2020 وشنو وقع شفناه في 2021 وشنو وقع في 2022 وما شفناش العاصفة وما شفناش الفيضة بالنسبة لي شفناه حاليا الجاثر أبعلى أسف أخوتي نتمنى إن شاء الله يكون خيرك شك نتمنى وبإدن الله طرط أجولينا شتركوا في القناة ديلي وشكرا لكم على المشاهدة لكم بزربي للناس بركوا لي منير مشاهدة أقل من 10 سوء الحمد لله والشكر لله صراحة خدمت والبطل كي بقى البطال والمغامر كي بقى المغامر والحمد لله تشكى من بالفضل دي الله سبحانه وتعالى صراحة منير مشاهدة خليت اللمسة ديليل في الفيديو خدمت وكتر من 10 شهر تقريبا كنخدم على هذا النبو على حسب هذه المشاهدات وهذه غير البداية كما قلنا شحال هذه أقل من شهرين والله تلتشهر قلنا بقيننا رأى هذه غير البداية كان نوصله 400-500 كار لكن واحد نهار سنوصله مليون مشاهدة هذا الحالي نحن نتحقق بحمد لله وصلنا مليون ومن بعد علش الله نوصله جوجة المليون كل فيديو نحطه نوصله في جوجة المليون تلاتة المليون بإدن الله نخدمه على هذا النبو جوجة المليون بإدن الله وكل شيء ممكن مع مستقبل سوف ترون المشاهدات كثيرا على الفيديوهات كل واحد كيف يعمل أول مغربة يفعل هذه الطريقة كي عود الفيديوهات ربما نحط لكم الفيديو اليوم غدا ولا بدغدا نعود لكم الفيديو ربما نحطت لكم الفيديو المهم نتمنى إن شاء الله يكم خير نتمنى أنطر غزيرة من جديد في بلادنا نتمنى الفائع دونت نتمنى إن شاء الله يكون خير نتمنى الفلاحين يستغفدوا وتكون القضية زوينة حيث على حسب أمطر غزيرة ربما تحت الأمطر غزيرة على الأراضي دي المغرب أرضنا من بعد تقريبا 20 أيام كان وضع ربيع كان بيت ذاك الربيع وشالين يوم الشهر تقريبا البهين والأغنى والماعز والجيمال كانت شباع الربيع مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهر يجبوها السوق من يجبوها السوق يبيعها الكسابة يستغفدوا من الكسابة ويجمعوا الصرف بالصحيح كتبوها كتبوها بأخر جمع الملايين ملايين كنت العصيفة رعدية وربع وقضية زوينة ربما كان جافاف القضية عند الكسابة يجبوها ومساكن وقضية لم يكون لديهم الفلوس لديهم الأزمة ويسلف بالكريدي ويزيد ويزيد ومشاكل ولكن الفلاح لأنه طح الشتاء ويكون الربيع ومن بعد سلطر الأغنى يبيعهم لكي يستفد منهم نتمنى اليوم التوفق غير حكيت لكم بعض الناس اللي ما كيفهموش كيين بعض الناس ما فهمين ما عندهم مش الخبرة بززاف في الفلاحة ما عندهم مش الخبرة شكون كي يستفد في الشتاء وبزردي الحوش وقررنا باش نكتشف لكم التفاصيل على هات العاصفة رادية وهم طرغة زيرة شكون كي يستفد فيها بزاف بزاف عامة المغرب كان ولكن الفلاحين المياه في المياه هم اللي كي يستفدوا بزاف لما نسبه شخص ربما في المدينة ما عندهم تهم وكي نشترك بزاف ما كي اقول لكم اصيدي حان ما معدنش موش كي نستفدو نونة ما كي نشتع ايوى الله يهد المخلق باش نحكي لكم امطار غزيرة ارى ملكة تكون العاصفة امطار غزيرة ارى الخيض عائمة يكون في المغرب عائمة نكون بخدم تكون طبيعة و تسافذ وبعد الناس الذين يوجد في المدين لأنهم يكون العاصفة يكون الرباع يكون الرباع الناس تخرج و تفوج في الرباع و بحليلة كان الرباع و بحليلة ما كان إلا كان الرباع الناس تفوج و تعيش للاحظة رائعة جداً خارج المدينة يكون زوين طب بزاف بالطبيعة و بالزاف الجامعة ربما كان الجافاف و لا يكتشف على برها لكي نضح لكم جميع المغاربة كيستبدوا من أمطر غزيرة والربع وكل شيء بالنفع نتمنى أخوتي في الفيديو عشبكم سنحاولون بحثون ومبرتج معكم أفضل أو دية خاصة في المغرب توصلنا بشيء عشبه معكم لعليكم واشتركوا في القناة ديالي لا تنسوا أخوتي طلب بسيط ساعدونا باش نوصلوا لقناة 200 ألف مشترك ونعود نقولها شكرا لكم على الناس اللي كيتبعونا اللي كيتبعونا اللي كيتبعونا على الفيضة شكرا لكم كاملين هذي غير الفيديا إن شاء الله ديتشوفوا المزيد بإذن الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله بإذن الله ولموعد ديالنا فيديو جديد بإذن الله طالوا